لملوك التحليل القادر من كلمة واحدة يعرف ماذا يدور في رأسك هو شخص قيادي بالفطرة قادر على السيطرة على الأشخاص اللي حوله أكيد أنا بحكي على المولود برج العذراء بتمنى من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدود على القناة ما ينسون بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان يكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وللتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحتسبها للفيديو بصندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي شو مخبالكو في الأسبوع الثالث من الشهر مبررة بينك وبين الأشخاص الآخرين حاول قدر المستطاع أنك قبل ما تأخذ أي قرار بشكل نهائي أنك تدرسه مالية وخصوصا يوم الأحد والأربعاء حاولك تبتعد عن أي قرار بشكل نهائي وحاسم وخصوصا مع الأشخاص المقربين من حوله كونوا أكثر هدوء أعصاب مع أفراد العائلة هناك خلاف بينك وبين أحد أفراد العائلة سيؤدي إلى انفصال أو بطل تحقوا مع بعض بشكل نهائي فبتمنى ترد عن نصيحتي وتكون هادئ الأعصاب كبرياءك وغرورك يبعدان الحبيب أو الشريك عنك حاول أنك تكون أكثر تواضعا وتذكر دائما أنه نصفك الثاني وشريك حياتك فامنح بعض الثقة وأيضا هو يحبك بمعنى الكلمة لا تدع الإشاعات تتملكك في الأمور الصحية حاول الالتزام في التمارين الصباحية هي ما بتأخذ منك وقت كثير عبارة عن ثلاث دقائق أو أربع دقائق بس إثق تماما أنه تعيدك بالنشاط بتخليك تقوم بأعمالك بطريقة رائعة وإستثنائية هناك بعض الأبراج من موليد برج العذراء سيشعرون ببعض الآلام الغير اعتيادية مثل الآلام في البطن وفي السدر ما يترددون ويذهبوا للطبيب ويعملوا الفحوصات اللازمة وإن شاء الله القادم سيكون أفضل وأفضل مع محمد الزين كل الحب والتقدير